موسيقى المنطقة بتاعتها الصنف دي مازلوها في فلات تانية منها المحلة اول سنة زلقوا حوالي الف فدان لما المزارعين شافوا الجد قدامه والانتاج بتاعه والسهولة الحصاب بتاعه يعني زودوا يعني بعد ما كانوا الف فدان بقوا الفين فدان لانه ما شافوا انه هو تجدون اصعاد غيره لان المحرج الخاصة الميزة طبعا اتجاه الدولي اللي يمدي اتجاه باية اللي هي تزيد متاحة الجد لو ترجع الاول ترجع زي الاول طبعا انتوا عارفين حالاتكم ان الجوتن دي محصول استراتيجي يعني الاول كان الاول يقول لك يتجاوز نصف الجوتن ده كان نحضر الاساسي الاساسي البلديوة وإحنا لنا ميزة نوعية في الجوتن يعني في اي بلد تانية واي لبس واي يعني اي بلد تانية يقول لك الجوتن المصري ده بيبقى اغلع حاجة الجوتن المصري فالصنف اربعة وتسعي مقارنة بسيطة كده بين بينه وبين ستة وتمانية ان الجوتن اللي هو اغلع بسعين يعني الطول بتاعه اكثر شوية فالجوتن بتاعه ده بيدد تسولة في في الجامع نفسه وايضا ان الحجم بتاعه بيبقى اكبر ان التفريق بتاعه اكبر وزيك احنا في السلاعة بتاعكم بيجرع على مسافات اكبر شوية من ستة وتبانية يعني بيجرع على ستفين سنطي يعني بيجرعه اكبر على ساتة النوع حجم بيصرع من الساحة بيصرع اكبر بيبالو حج ايوه وطبعا فيه معدلات التسويق بتاعكم تبقى ازياد التفاصيل بالها بالكامل يعني ان شاء الله هي حيكلمنا عنها المهندس عمر واللي عنده اي سؤال اي يعني يتفضل 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 طول 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 هو حيقول يا جماعة عمر حيقول انت تاخد معلومة اي اسأل معلومة بالنفسة اشأل اي سؤال اي هجل كل حاجة هو اهم شيء في الموضوع في كل تلك التسويق التسويق اهم شيء هقولك بس سوالة بس سوالة بس المهندس عمر يعني اغستاني الفوت وفي اي سؤال حضراتكم اعوزين تطرحوه وبرضو الباب مشلوح للمناخشة يعني ايجو اهجو اهجو انا بتشار أرضي بقابل المهندس انا الله يجلي مرقص هو الموضوع مش غريب يعني هو القطن التاع يعني ما ايو هاتف عمرنا بنزراع القطن ده ستة تبعينيه حد هازرنه كلكم زراعة ستة تبعينيه هو ده كانت فيه شوية مميزات ان هو دولتين لا هو كل الاعطار كل الاعطار عندنا هنا في مصر فيه كذا نوع من النام انا هقول لحضراتك الى اصير التيلة ما بتزرع سواني بس عندنا هنا في مصر فيه نوعين من النام طويل التيلة وفائق التيلة وكل نوعين طويل التيلة فيه طويل التيلة واجه بحري وطويل التيلة واجه ايه بحري وفيه برضو نفس النظام اللي بتزرع في الواجه البحري غير اللي بتزرع من ايه اتمنى لفائق التيلة فاحنا عندنا طويل عبته الصنف اللي هو ايه واله ربع وتسائين الستة وتمانئين ب Hamb REPK الاتنين طويل عبوف reach اسناف طويلة ايه الطويلة بتيت الايه الام الفداية والشتة وتمانئين من الاسناف بذارعة في الوجه البحري عندنا هاي الربعة وتسعين ذا ابوه هو الستة تمانئين اللي هو مصطنب طينه من الاه من السكرة تمانئين اه. يعني هو ده الاب بتاعه. ايه. هو شبتة ايه. اه صبت ستة طرمانين. الستة طرمانين كان فيه شوية مشاكل ومميزات. نعم. الاربعة وتسعين في بارد من المشاكل ومميزات. ما فيش واحد 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 من الميزات من التاع الواحد والواحد اخطي. بس التغيير في حد ذاته حاجة فوية. اولا الاربعة وتسعين هو الجيدة علينا هنا في المركز باسيون. بس احنا بس هو فعله زي ما نستاذ خالد قال كده هو الزرع بقاله خمس سنين وست سنين الزرع في المحلة. وفي الصنطة تقريبا. انتاجيته. اه. انتاجيته. انتاجيته بتعمل لها. لربعة تمز لها. هي البصة بالزرع هناك. ما هو اللي باكة صنفة بالزرع هناك. سوالي. انتاجيته القطن بتاع الاربعة وتسعين بيوصل انتاجيته الاثناشر بانطاق. وممكن يعدى عشان كتروس اسفراني. يعدي دي روصل تلاتاشر اللي هاي. انا هقول لحضرتك بقى هتتكلم بقى بقى تتبها واحدة. اولا هتتكلم عن ايه? عن مواعيد الزراعة. موادلات تسميق. المقاومة. الحصاد الجاني كمان. تمام? اولا وكمية ايه? وكمية البزن. انا النهاردة تجهيز الارض يكون للناس عارفة انت ممكن تزرع القطن. اما محمل على بصق. ايه. يا اما هتزرعه في ارض خالية مكان فول مكان بانجر مكان ايه? مكان اه مسلا ممكن تزرع مكان غلى على فكرة يعني. ايه. انسب مواعيد للزراعة من خمستاشر تلاتة لخمستاشر اربع. ده انسب معدل ايه? خمستاشر تلاتة. ايه. ماشي? من الفمستاشر تلاتة لخمستاشر ايه? ايه. اربعة. ايه الارض بتتخطط من عشر الى احداشر خط في نصف. ماشي? بزرع بزرع على مسافات زراعة من خمسة وعشرين لتلاتين سنتي ما بين ايه? الجد والجد. الجد والجد. الجد والجد. ايه. ايه. ايه, ايه. 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 ايه ايه. 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 اي. ايه. هسع ايه. ايه. ااا. كمية البزرة بحتاجة اربعة وعشرين كيلو للفدان 돌�ili. اهратة ارض هتتزرع بعد باربعة وعشرين كيلو. ايه. ايه. ديا الشجارة يواتنا الشيكارة عندنا ١٢٠ توجودة عندنا ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ بالمطاهر والمطاهر مهم جدا المطاهر 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 مهم جدا علشان الأمراض الفطرية سوى خناك سوى كلام من ده تحاول تطلع من فلازق حتة المطاهر ده ما تستسيلوش لا خد المطاهر وطاهر بالمطاهر تمام؟ عرفنا اللي ايه انسب معادل الزراعة طبعا المفروض كان من قبل كده كان تجهيز الارض للزراحة ابدأ بقى اجهز كله بقى بيجهز كلنا عارفين بتحت وشين متعدين وسكتين يعني متعدك وتحط الصبر على البلاء هي تلت شكاير صبر للفداء تلت شكاير صبر هتحط صباق بلدي هتحط صباق بلدي بس يكون ايه اديب اديب يعني تكون انت نشوينه هاو بجال وسن الصبر على البلاء هتحط 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 صبر السماح البلدي وهو طريق لا اش كده كمان السماح البلدي وهو طريق هي بدأ لسه محتاج يسحب من الارض بيسحب من الارض طاقة لا بياخد طاقة عشان يتحل انت هو عايز بياخد بيسحب من الارض انت عايز تديها للارض هو بيسحب عشان كده لو انت خطيته خام لسه كده للزرعة هتلاقي الزرعة الاولانية مش حلوة السباح الطري كمان في نوع من البكتيريا في الارض بتشتغل عليه بتنتج غاز سام بيكتل بكتيريا نافع في الارض اسمه غاز الاسل ايه تمام فهو استحسن يحول من ايه السباح طري السباح لما يباشت انا وطيب طلع بصدقين سخل كده في بعض الدول عند الخاد بعض الدول ما تستخدمش السباح ده اصلا ان لما يتعقم كمان يعني في بعض الدول الاعجابية ياخد السباح دي يعقموه ويحطوه في شكلة زي الايه زي الارض ويضفوه السباح ده خطر جدا لو انت مضفتوش بتتسوه المناسب نعم صاحب برضو مش حد تتناشف يعني تمسلو كده ونجي في الشمس القرار الكومة زي دي كده يعد على سنة وتتجلب خلال المنتج يعني انت في السنة دي اي لودر جاي معدة عندك خليه اللي بقى لك مرة ويا سلام بقى لو فيها جاش انت تعطلها شوية في حاجة في بعض ممكن تعطلها مية وفي حاجات كان بتيجي من الزراعة كده المهم 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 حطينا السوبر زي بعونا كده ثلاث شاكاة من الخبان على البلاط ليه برضو السوبر ده بربط اي زرعة على فكرة بس السوبر بتحط لانه هو يسموه هو ما بتحركش هو عنصر كسور مش مشكلة بس بس زوج كتير يعني بس انا لو زودت الاستمراء انا متخطن الى مرة اناmassر من الان مرة لا كلها انا زودته في البرسي جابته بتاع عنك الصلاة انا انا بعمل حاجة في نقطة الى اززات الاسميرة الاستماعيات طبعا احنا الملاكز بالخص بجرباه بكمية مناسبة لكل زرعة لو انت زودت بيحصل مشاكل فرد بتمسك علاطة الثانية ما بتخليش النبات ليستفيد بالعرض. مفيش استفادة خصوة. مفيش واحد يقدر يأكل اكتر من طبقه. يا انا بص يا حاجات قدامك. الاكل مسلا قدامك كزا دو. لو كالك صنف واحد كده ومليت بطنك مين. مش هدارك تاكل الحاجات التانية. الحاجات التانية فيها فايدة. زي الايه? فايدة ماش موجودة في ان انت كلتك. يعني كل حاجة بتكمل بعضها. انت تتكبع التعليمات. التعليمات اللي. يعتقى قادم في فرح جامال عبدالجاد الوقت. تمام. وفي اللحمة والصرف والروس. اه. انت عاجي احاجي جاك. عاجي اللحمة. عاجي اللحمة. عاني لا تبصد. زياني عن طريق تجاره. يعني جربوا كل الكميات فلاقوا دي انسف كمية. لما بتزود كمية بتضع سيماتي. خلصنا كده السباخ البلدي. خلصنا السباخ البلدي وخلصنا لايه? التلت شكار او اربع شكار عشان فتر حضرتك بس نتزوجش عن كده. نتزوجش مش باليامي. بعد كده يستحصل لو تقدر تجيب شكار الفتاسة. بالفرج اللي كنت هتزوده في الآب. بالفرج اللي كنت هتزوده في الصوبة. بدلا ما حط سبعة صوبة. احط ثلاثة صوبة وواحدة متاسة. انا كده بعملت شوها. انا متاج للفدان خمسين كيلو متاسة. هحطها برضو مع مية. مع الصوبة. او لو اتأخرت فيها ممكن تحطها قبل. مع التسوية. لا. مع التسوية قبل التخطير. مع التسوية. اي وقت. لما حطت. هم برهعة. المتاسيوم بقى مخدش بينحطة لف اخر زيجية. ظلو. لا. ده الرش بقى وانت لما تيجي طرش بقى. المتاسيوم مخدش بينحطة. العرض دي. لا يا عمي جمال عمي. وده الحفز يستفيد من مزارة. حفز العرض زرع تستفيد. لو ما حطتش بسارة. حد اتغل بقى بالرشو. المتاسيوم هي من العشف الاول اللي عمي جماعة. لا. هو الزهرة حتخش. او الصمرة حتطلع. هو البيتاسيوم ده وظيفته بقى ان هو بينام الصمرة. انما انا بعد ما ظهري. مالحقش يستفيد منه ان انا بقى. حنيجي بقى ايه العنصر التاني. احنا قلنا السوبر تلاتة او اربعة. وواحدة بتاسيوم. نحساجين بقى الازوت. هو بياخد معدلات تسليل بردش. ازودت عن التماوي. ازودت عن التماوي. لا مادرات بياخد اليوريا. اليوريا دي فعى ستة واربعين فيل مية ازود. عل小st totallyurers by holding you 46 абсолютно. كل شكرتين 100 kilos بهم ستة واربعين. مش معنى ان مكتوب عليها 46 يبقى دقة جواها هي ستة واربعين لا ده هي فيل مية يعني عايزو الشكرتين. كل كل شكرتين قاله و هي 46 فيل مية. collecting of submer Powers are 10% يبقى شكرتين اللي هم بت stenhirوا على الأم. ال86 ما كانش بيحب التسمين ما كانش بيحب ان هو يتفط له كموة ولما بيتحط كمان مكان لما بتزرع مكان بصل كنت بتحس بها يكفزها الوصل بتموة ال94 عكسه ال94 محتاج كموة يامي المتاح 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 انت عندك اليوريا لا ايه مش قصة ايك خضر هو شفت انت ايه شفت السابلة والسباخ السابلة بتاعت الفراخ والسباخ السباخ ممكن ياخد معك مدة طويل السابلة زرعتي اليوريا اليوريا عبها الوحيد ان هي سريع والمفهول بنتاج السرع والاصابة بتزيد بتيجي اصابة بالصقبات واسمه الديدال والحاجات الحشرية الحشرية بسبب بسبب ان ورقة الخضرة وانا مش محتاج انا مش عايش بكت ورقة خضرة انا عايز بكتون الى الزتون الى ماء لانا السفار سنة على قد من ايه اي واكل بتاخد بقى جديد بحتاجة قد ايه بقى كمية اه اه ازود انا ممكن اسامة كل بقى خسب ارضه ممكن اوصل من خمسة وسبعين وحدة ازود يعني ممكن اوصل من خمس شكير نطرات اه خمس شكير يوريا للا ايه؟ خلي بالك خمس شكير يوريا ايه ستة واربعين ثلاثة ايه ايه او خمسة نطرات او خمس نطرات ايه ايه اجل البجل اخطوا احطوا اخطوا يا للدنس الى جي ليه مربوط من الزرع الجماعة يا جماعة فهمه. اي. 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 شيك حسن ده زرع بصر. اي. اي. مش هيخط لها جماعة اربعة لورية وخمسة لما ثلاثة. يا واحدة. يعني لو حتحط اتنين مسلا او ثلاثة حيجلن. اي. وفي معلومة برضو يا جماعة. ما تزودوه. بعدين سوا عمر برضو. في معلومة عامة. يعني في الزرع كلها برضو. اي. من ناحية الاسميرة بالذات اللي هو الازوت. عندك ايان. طبعا الازوت دي. يا في النطرات. يا في اليورية. اي اي اي. ايه او المال اي اية او المال. عادة اي الصح يعني ان انت في المراحل الاولية في المراحل الاولية تستخدم اليورية. ايه. عشان يجيب حiscal بادقة بالجورية. ايه. حت في الغل حتى في الجامحة. اي زلعة. معلومة عامة خلاها في البنكة. والبرسين? لأ يا احنا. يعني انتم عليك عن البرسين. البرسين مالوش عروفا كماو. تاني اضافة. تاني اضافة طبعا زي موضوع احنا في القوت نفسها بتكتم الاسميل على 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 وقت تاني. اول مرة خلاها يولي. تاني مرة خلاها تاني مرة خلاها. ليه بقى? نتراك يعني صعبة في الانشكاك شوية. المواصلة معك. المعلومة دي. انها دي معلوات عامة. ولازم استقص مع بعضين اكيدين. يعني عندك معلوات. دي معلوات بتبقى عامة في النفاتات كلية. ايه. كده خلاص الايه? الازوت ان هو النيتروجين او النيتروجين او النيوري او المال. كده خلاص ايه? تمام? هو بيضط التسميد على دفعتين. بدي التسميد يعني لبعض التشريدة الاولانية لا. الدفعة الاولى. الدفعة الاولى. لا بجبوش حاجة عميش. الدفعة الاولى بديها مع ريّة من ايه? التجرير اللي بتبطلها بس بتبقى بتبقى بتبقى. بعد التشريدة. لا بعد بعد. بعد التشريدة. بعد الخلال. ايه ماشي انا ماشي بعد التشريق. ايه. بخف انا بغي على كاميو. الورق بسموه بخف ساعة بتظهر الورق الحطيات التانية. انا طلق عندي فاللي جيتين اهون. ايه. بتظهر واحدة تانية اقوله واحدة تانية. ايه. التانية دي اللي انا بخفة عالتانية مش عالتالة. بخفة عالتانية. ايه. تانية لأيه? ايه. الورق دي لأيه. الجلب بقى لما الجلب لما يطلق الاولين لأ. التانية بقى. التانية. الحاجيجية الورق الحاجيجية اللي بتبقى واخده شكل الجطن دي. شكل ورق الجطن دي. الجلب دي اه. التاني ورق. ايه. ساعت ما بتطلق اخيف. لما بزود عن كده. لو زودت وتأخرت في الخلل عن كده. الجدري طبعا بيحصل زي ايه. الحجر بتاع النبات بتسروي. ايه. 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 والكده. الحجر بها. على رأي واحد. يعني العجر بتتبقى لك العجر بيشلح. بيتكيش فيه وانتحت وشلح. وقت اللوز هو اللي موجود في الحاجر. تمام. تمام. فدي اول نقطة مهمة في الوصن اللي يازم اخيله على الايه? على الايه. وفي حتة على الورق الحقات التالي. احنا بنستمى بقى شوي. ايه. دي بد اللي. بدا الرية الاولى والدفع السمادين ايه? والشكر تان او التلاتة الايه. هماء? لا 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 ما تجيبشي. ما تجيبشي. ما تجيبشي. خل الجتايد ايه? لو حصل. لو حصل. النقطة اللي سخلكة اللي عايزنا نقول عليها يعني. لو حصل. وتطريت تزرع مكان. امح. متأخر شوي. ام. فانت هتبتزرعت انت اكت واحد خمسة. ام. فانت عايز تبضى. عايز تبضى. عايز تخليه الحقيق ان تزرع بدر. ام. حتخله وتخف يعني على الايه? ساعة الورجة الحديدية بالحاج. ليه الورجة الاولية? انا عندي اصلا لو زرعت في المواعيد المزبوطة. بتاعتي دي. الورجة الاولى دي بتظهر على خمسة وعشرين يوم. امم. والتانية اللي انا هخفى عليها بتظهر بعدها بخمس ييان. انouth. بكيدي على شهر. شاهر شاهر. شاهر. بانا كده هخفى على شهر. على شهر. لكن اللما بزرع في خمسة. بزرع خمسة. بتظهر الورجة الاولى على سبعتاشر وطمانتشر يوم. عشان المناع. وفرتي كم كده؟ كم استياء. تلاتاشر يوم. لا تلاتاشر يوم. تلاتاشر يوم. تلاتاشر يوم ما بين.. اللا ورقات تانية انا مش مش هخفي على التانية medication. انو هخفي على اول.ого. lay 18 يوم 17 يوم. الو عمر رو هيبлагع اللي هو عط expos. على紹�에 تلك. عشان يخفت 13 يوم. 18 يوم دول اكين زارت يوم 17 for you七 exactly. المعلومة دي مهمة جدة. المعلومة دي مهمة جدة. المهيز رامة طاقة. اللي بدأ ايه? على الورق اللي اه. علومة مهمة. وبعد ما بجامل. يقود على الفصلتها. حاجة ما سروتش. اه. وبعدها هاتانك جاي برشة. حاجة اسمها عالي الكسفور والبوتاسو يوم. عالي هو في باليتر كده. حاجة اسمها عالي الكسفور والبوتاسو. ومجرد ما بتخيل. اللي تخد بتشريك داعك فيهنا جامس ديله القاتل لا! رص! 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 اه! رص! الداجل! اه! مثلاً بي بفيراش اللي هو بيشتغل بعد الرية أحسن لا! بس الفاسفور اللي احنا بيشتغلوا نقطة السوبر يعني كده هو حيخل في التانية دي الوقري جابل التخسير السوبر ده يخل ويغس أو بعد كده التشريكة بجا اهم علي موflight اول 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 لكن انا عايز اتغلاله ايه ايه هتجداله حاجة تحرق بسرعة نرجع تانيا من اه من وضع الطابقة بس بεوزور تشتغلش اللي بعد مبيطلعockابلة التكسيل او بعد الجهاز هياة بتايي بعد التكسيل لان الارض هل PAL بمجولل الارض بتخيف فيب فيها الجرادة فلازما فيش حاجة معاها مع التكسيلة لازما تترش حاجة للجرادة مش مش عبارة حاجات المتافحة إيه معاهمة النقطة استجدنا النقطة التانية النقطة التانية بقى إيه النقطة التانية هذه الاية بس عشان النقطة المهمة بقى الراية اللي بعدها على طول احنا ضفنا الدفعة السمادةة في الأوجه بعدها في 15 يوم من 12 إلى 15 يوم هتروي الراية ايه التانية بقى بتاعة القط او التالبة كده انا بعد الخف رية ايه بعدها ب15 يوم حتدي Ellen الراية التانية حتدي فائد دفعة السمادةات تانية ماشا وكده بنتخلصت الكيمونة بتاع اله what can i دي حاجة مهمة. انا ليه بحافظ على فترات الراية وعلى دفعة التسميق. انا عندي برضو زي ما قلنا كل حاجة لها ميزة ولها عادة ما قلت لكم في البداية. اللي 94 في خلال ستين يوم من الزراعة بيديني ظهر. بيديني الوسواز بتاعه والتسهيل. يعني 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 بيقعد لحد كام? ستة وسبعين وتمانين يوم. يعني ايه. فانا عايز ستين يوم الاولين منه. انا عايز بستين يوم الاولين منه. اكون عملت ايه? يكاول اللي مكنوح حضر. اه يوح حضر بحس يطلع. بالضبع. الله يناور عليك. المشكلة التانية بقى. انت لازم نحطها في دماغنا. مجرد ده يظهر المسواز ده. انت عندك تمن العشر اسابيع بس. اللي بيطلع. اللي بيسموه موسم التزهير. او فترة التزهير بتاعة الايه? بتاعة الاول. بيفضل يظهر. كاميو? تبع سمينة. اربع سمينة. لا. الثمينة من الثمانية لعشر سمينة. اولي شهرين برد. بالستة وتمانين جان فيه ميزة بقى. الستة وتمانين كانت الميزة بتاعته ممكن يوصل لاربعتجر اسبوع. يوصل كاة? اربعتجر اسبوع يظهر. فلو حصل لعنة. الطبقة اللي حيبى فعل ايه? حتة بقى انفتاح اللي راسه و ايه و يجيده ف لطبها. وبناح تاني ادخل دماغ. اي غلطة بقى. اي غلطة الستة وتمانين كان ممكن سهلة ايه? 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 ايه؟ ايه? ايه؟ حضرتك بقى اهو. اللي اربعة وتسعين. اللي اربعة وتسعين. ما ينفعش ان انت كه تهمل فيه. عايز رش على طول ومواصبه على طول. والرش والحاجات اللي كلها موجودة هنا في البرفرة كلها في الجمعية. تمام? النقطة تانية فيه حاجة انت بتقول لي موسواس بيو. فيه الوسواس ده ده اسباب كتير علشان يكون. الطبيعي الطبيعي. السقوط الطبيعي. اربعين كمين. يعني لو الشجرة شاي لامين. وسواسة. يجع اربعين. ده حاجة طبيعي. ده حاجة ايه? طبيعي. بس مش معنى انها حاجة طبيعية انا حقعد اعد ومتخيل بكل اللي بيجع ده طبيعي. تممكن يقع عندك زيادة عطش. او عطش. او ده. او ده. ايه بره. فممكن يحصل ايه يوقع عليك. جلة التزميق. جلة التزميق. فانا ايه. فده ان ايه? ده سبب الكل. لا 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 لا. دودة دودة والعنكبوت والمنة زبابة. دودة دودة عن كزام هلو سبب احوكي. دودة عن كبوت من زبابة. دودة فها حتى في دودة ورق في دودة لو. في دودة منها. والدودة لو دخلت العجرة يا حاجة لو هبتقر بشي مش هبتقر. بالنسبة للمكافحة احنا بتعملوا ساعة دولة. والدولة الاولان والتالي والتالي. فانت على طول بتابع على طول. وما تستناش برضو. ايه. ايه. بالعيب اللي واعيب السنب دي. ده هو حساس جدا. حساس في الفترة دي. في حتة في حتة في حتة في حتة في حتة كده. في حتة فنية نجد دورة اول وقتها عشد دي. بيقولك دايما انت كادا بيوجع ليه. بيحسن تصطن الوجع الزهر بتاعه البوص بصل عليك تفتح من خمسين ستين في المئة من الارض بتجمع اول جمعة بتيني جمع اول جمعة مجرد ما بجمع بدي راية وبرش برضو بدي راية بعد الجامعة الاولى بدي راية بدي راية بدي راية على السريع بدي راية حتى لو حط لا ايوة زي عارف لو حطقطع بس جر الجنية الى الرئيسية بالمناسبة دي برضو بشوانطس عام كان فيه مستثمنا عندنا بضو مستير الحوشي يعني برضو من كبار المزارعية كان لما يجمع البوص المعلومة اللي قالها للمهندسة عامرة دي يروي الارض ويروش يعني ساعد ما يتمع يجراوي تقبر العجرة بقى الزهرين اللي بجمع ترجع البوصن كأنك انت مجمعك ترجع البوصن كأنك انت مجمعك ايوه العجرة اللي كاد باج يا بلدي المعلومة اللي قال للمهندسة عامر دي اللي هو الراي بين الجمعتين مهم عاقب الجمعة اللي هو موفتار بطي ما هو انا هقول له حضرتك انا هقول ده او اهم حاجة في الراي لا تعطش ولا تتكر 15 رؤون لديك بص خل المياه تكري سريعة وبدل ما 15 خلاء عشرة وانحنا دايما فيه معلومة 10 تياء بدل ما 15 يوم مثلا انا تستنى عشرين يوم لا خلوا المية سريعة في الارض ويستحولوا الى الحاجة كل الارض طبعا بتختلف عن الارض وكل الارض بتختلف وخلوا المية سريعة وحمية وكتر رأيها لو عطوش والواحد لجاعة حاجة لكن لكن يتخلي يعطش منك ولا يشبعني عشان ينحل بلك من العطش ومية اليامت أكتر من العطش والعطش وده مدره بمجرد وده ما يعطش في اليامت حييش ايو شخص عرب تتحكي فيه حييش تعغاط مرحل حاجة تجد فيه ثقافك تتخطي على محتفpow وحاجة المنتي تتحكم في مطار موضوع غير لغاية مصرحة ده مهم لو فيه اي حد عايز سؤال ولا حاجة احنا تخطي اي انت كده ما نعم